الموضوع الثاني معنا في الفقرة دي هو موضوع الدوري الإنجليزي النهاردة انطلاق الدوري الإنجليزي أهم دوريات العالم في كرة القدم يعني إذا كانت الدوريات الأوروبية كلها بتتمتع بمشاهدة إلا أن الدوري الإنجليزي بتحديدا هو الأطخم مشاهدة في العالم وزي ما كلنا عارفين بيضم كوكبة من أهم النجوم على رأسهم طبعا نجمنا محمد صلاح جناح نادي ليفربول الأول مباريات البريمير ليج النهاردة بدأ بما بين منشستر سيتي حامل اللقب ونادي بيرلي بدأ من شوية زمالي في الكنترول بيقولولي أنهما منشستر جاب جنب في أول ثلاث دقائق ده أسرع جنب طبعا أكيد كلنا متوقعين من اللي جاب الجنب في منشستر سيتي يعني أغلى لاعب عندهم هالند يعني الصاروخ هالند ده مشكلة كبيرة هالند والله فهيعتبر ده بقى برضو رقم جديد يعني أول هدف فيه الدور الإنجليزي لموسم 23-24 والموضوع واضح أنه هيبدأ سخن الدور الإنجليزي بادي سخنة قوي يعني وهالند يعني ما شاء الله ماشي زي الصاروخ فيه هالند على الجانب الآخر في العالم الموازي فيه موضوع تاني بقى فيه قصة كده خاصة بالدور الإنجليزي فيه حاجة تانية شغلة بال المتابعين للدور الإنجليزي جدا وهي لعبة الفانتازي الشباب الصغير اللغاوي كورة وفيه شباب كبير كمان على فكرة في الموضوع دخل في قصة الاختيار تشكيلة الفريق أو لعبة الفانتازي باختصار كده هي لعبة بموازية ليه مش موازية منها مش لعبة لكن هي تطبيق نقدر نقول تطبيق وحاجات كده خاصة بالدور الإنجليزي وفيها اللعبة بأرقام ونقط وقصص وحكايات على فكرة اللعبة دي بيتم تسويقها بشكل كبير جدا وأطلقتها ربطة الأندية الإنجليزية كنوع من الترويج وزيادة متابعة الجماهير يعني اللي هيشترك في اللعبة لازم يتابع المباريات علشان دي مرتبطة بدي حتى لعبة الدور نفسهم الإعلام بدأ يتابع أخبارهم في اللعبة المربوطة بنتائج الماتشاط